اشتركوا في القناة وعرب جللته ايده الله بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين عن اعتزازه بالانجازات الكبيرة التي حققتها قوة الدفاع عبر مسيرتها الظافرة المباركة وما تشهده من تطوير مستمر في منظومات الاسلحة والمنشآت العسكرية مشيدا حفظه الله بافتتاح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب حيث انه يمثل احد المنجزات الطبية النوعية لتوفير ارقى الخدمات الصحية للمواطنين الكرام كما ان تجشين السفن الحربية الجديدة والمشاريع الحديثة تأتي ضمن خطط التحديث المتواصلة لتعزيز قدرات هذه القوة الباسلة لتوفير احدث المعدات والمنظومات العسكرية المتطورة للدفاع عن الوطن والحفاظ على امنه واستقراره ومكتسباته ووحدته الوطنية معربا جللته ويده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة وطنه في كافة المجالات وقيادته السديدة لفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا مثمنا جلالته النجاحات التي يحققها الفريق وبالعطاء المتواصل للصفوف الامامية من طواقم طبية وتمريضية والجهات المساندة في سبيل الحفاظ على سلامة ابناء البحرين والمقيمين على هذه الارض الطيبة وبشأن التطورات المستجدة للتعامل مع هذه الجائحة العالمية أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ثقته بوعي أهل البحرين بالاستجابة الفاعلة والالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي مؤكدا حفظه الله أن الجميع شركاء في مواجهة هذه الجائحة وأننا بعون الله سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تعاون ووعي المواطنين والمقيمين والتزامهم والعمل بروح الفريق الوحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر